نحمد و نصلي على رسول الكريم أما بعد أن إبريم ومر ري الله تعالى عنهم أطار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيمنا أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس ولكن توصحوا وتفصحوا وكان إبريم ومر ري الله تعالى عنه إذا قام له الوجر من مجلسه لم يجلس فيه متفقنا عليه فقط 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة